أو المشهد السياسي مثل ما تصفه ممكن أن يشهد تغييراً ولم نشهد تغييراً في الإدارة السياسية في العمق السياسي في المنهجية السياسية في الطبيعة السياسية للأحزاب المكونة للمشهد المشكلة في المنهجية نعم أستاذ طيب نعم أستاذ نجم كما تعرف أن مثل ما تعرف أن سئلت قبل أيام عن طبيعة تقييمة للمرحلة الماضية في أداء القوى السياسية وتحدثت بالعبارة التالية وأكررها من خلال برنامجك لأهميته لا الإسلاميين كقوى سياسية إسلامية رفع هذا العنوان عملوا بإسلاميتهم في البلد وبمنهجياتهم وبرامجهم ولا حتى الأحزاب التي تصنف نفسها أنها أحزاب لبرالية أو علمانية عملت بليبراليتها الجميع عمل تحت قاعدة تمشية الحال للأسف ما موجود لدينا في البلد أنه لا يوجد هوية أو برنامج واضح المعالم لهذه القوى السياسية إنما الجميع يريد أن يشترك ويمشي الأمور ويمشي الحال والقبول بالحدود الدنيا من المشاركة السياسية هذا المقدار بالحقيقة حسب فهمي حسب قراءتي حسب متابعتي يشكل واحدة من الانتكاسات في الأداء السياسي للقوى والأحزاب وأيضا للشخصيات السياسية وأخرى حنطيك نموذج بسيط لو الآن الحزب الليبيد رئيس الوزراء هو إسلامي راح تجد عشرات من المدرع العامين وغيرهم من الشخصيات اللي دير الدولة يتحولون في ليلة وضحاها إلى علمانين إلى إسلامين والعكس صحيح وهذه بالحقيقة ظاهرة يحتاج لها دراسة من الناحية الاجتماعية والنفسية وأيضا للسياسية ما أريد أن أشر إلى وهو أمر غاية في الأهمية نعم نحن فعلا نحتاج منهجيات واضحة واضحة المعالم للقوى السياسية والقوى السياسية مطلوب من عتن تتحدث بشجاعة عن مشروحها وآلياتها وأدواتها وبرامجها للمرحلة المقبلة قد يختلف معها البعض قد يتفق معها البعض بس هذا ما هو مطلوب على الأقل لتأسيس سليم للمرحلة السياسية القادمة ترجمة نانسي قنقر